بسم الله اليوم ان شاء الله هناخد اول محاضرة في مادة مقدمة في امن الشبكات كلمة امن الشبكات او امن المعلومات هي اسمها في الاساس يعني فود امن المعلومات امن المعلومات امن الشبكات هو اعتبر علم حديث شوية مش قديم او يعني ولكن دخل في العصر الحديث وبقى حاجة مهمة جدا وبقى يعني قسمه لا يتجزأ او قسم لا يتجزأ من الشبكات ومن اي حد هيتعامل مع اي حاجة الالكترونية لازم يعرف ازاي يأمل حاجته وما أمن معلوماته كويس جدا امن الشبكات ده في البداية اصلا ان ظهر العلم دوت عشان خاطر يحموا الشركات الكبيرة اللي هي بتعمل برامج وبتعمل المواقع الكبيرة وكده عشان تحمي نفسها من الاختراقات ومن الفيروسات من الحاجات اللي بتخرب عليها شغل بملايين ومليارات الضلالة اضحة فتلاقي مثلا بنك مثلا يوليكم من بنوك زي بنك الرياض او حاجة زي كده او بنك الراكحي لما يحصل عنده مشكلة واختراق او يحصل عنده فيروس يوقف السيرفر الكلام ده مش بالسحل ده فلوس ده مليارات وفلوس عملة كتير جدا ممكن البنك ده يفلس ويعني انفلاسه لو حصل حاجة زي كده فيه فالموضوع مش مش هزار ابدا فلما ينفعش يحصل حاجة زي كده في بنك من البنوك ان حتى لو سقط العملة اتهزت كله هيسحب منه الحسابات بتاعه فالامن المهمات انها لمهمة اللي لازم البنك ده يكون مقامل نفسه كواس جدا وبيستخدم اساليب التأمين الحديثة متطورة وعنده سيستم وعنده فريق عمل نعم نعم عنده فريق عمل كبير جدا من اللي بيساعده في تأمين المعلومات وتأمين العلومات العمل اصلا ان العملة في الاول وفي الاخر هي عبارة عن معلومات يعني انت مثلا لو تروح تصرفها وتسحب فلوس دي كلها معلومات لو تحط الكارت بتاعك انت الكارت ما فيش فلوس ولا انت بتحط فلوس لا ده انتهاية المكان اللي عندها فلوس هو يقول الحوارة انه هو بيقرأ البركوت او بيقرأ حتى الماجناتك اللي في الكارت فما بتدخله في المكينة يعمل ايه بيقرأ معلوماتك مش بيقرأ الفلوس اللي فيها لا طب بيقرأ معلوماتك قرأ حسابك واسمك وبيقناتك كاملة ويبعت للداتا بيز اوقعت البيانات اللي في البنك فالبنك يرد عليه يقوله الراغي للشخص ده عنده في الحساب ميت ريال بس فلما دي يسحب هو اقترب ميت ريال يقوله اللي يوجد رسول او يسحب قال لي من كده يبدأ يسحب ويسمع في نفس اللحظة ليه البنك نفسه فالموضوع دوت لو حصل فيه خلل انت ممكن تتكلم فيه حاجات بملايين ومليارات فالتأمين المعلومات ده هيتأمين المعلومات عنده مهم جدا وكان اول ما ظهر حوار الفيروسات والحاجات الالتوناتية والاضطراقات كانت بيحصل مشاكل بسبب ان الهاكرز والكراكرز والناس اللي زي كده بيخربوا ملفات لبرامج ونسخ معمولة بفلوس عشان الشركات تنجح فييجي بعد كده يضرب الكراكر دوت يضرب البرنامج ويعمل له كراك كده صغير خالص يضرب او الترخيص بتاع البرنامج فاي حد يشتغل عليه حتى لو هو ما دفعش فلوس ففي الحاجة دي برنامج ده بيخسر مبالئ طائلة يعني فلازم يكون في حد يقف للكلام ده كله فعشان كده عملوا شركات ده شركات امن المعلومات شركات كل وظيفتها انها تأملناك معلومات تعالوا نشوف هنا كده امن المعلومات عندنا ميجي يعرفه هيعرفه تعريفين تعريف تقني وتعريف مهني ايه الفرق التعريف او مزاوية الاكاديمية مزاوية الاكاديمية كعلم يعني هو العلم الذي يبحث في نظريات واستراتيجيات توفير المعلومات الحماية المعلومات كأمن يعني كتعريف اكاديمي كده في الكتب هو العلم اللي بيبحث فيه نظريات واستراتيجيات توفير حماية المعلومات ده العلم اللي احنا نستخدمه عشان نأمن معلومات طيب من ناحية منزاوية فينا بتقنية الصئر التي głosت الاستخدام. التقنية هو الوسائل. هو الوسائل والادوات اجراءات اللاجم المقدمة اللاجمية تغفرها لد Please tell us. يعني من ناحية التقنية هو سنستخدمه لسيnga. يعني هو علم كده من ناحية التقنية بقى يعني عندنا هعمل ايه واللغة اجهزة اerstخدمها والبرامج اللي نستخدمها. والوسائل والادوات اشان تساعدني في ام المعلومات او تأمين المعلومات بتاعتي من المقاطر سواء كالداخلية او خادمة. مهددات امن انظمة المعلومات. ايه هي المهددات اللي بتأمن امن انظمة المعلومات عندي? وصوله لو غير الشرعي لاجهزة والمهددات. مثل ايه? ان يوصل لاجهزة بطريقة غير شرعية. خلي بالك من كلمة غير شرعي لي. مهمة جدا. لان لو الحاجة اعتمن بطريقة شرعية ما اصبحتش تهدير. وما اصبحتش مهدد. وما اصبحش فيروس وما اصبحش اختراف. ليه? لان انت اللي مديني الباسورد وليوزر نيم. كان ايه امسكت جوالك? وقلت لك الباسورد ايه? قلت له الله يا ايه? واحد انت تربعة. في الحالة دي حتى لو خدت الجوال بتاعك واخدت اميلات او خدت صور. انا حاليا ما اخدتش الجوالك بطريقة مشروع. لأ. بطريقة مشروع. وانت اللي مديني الباسورد ليوزر نيم. فما اتبقش على القانون ده. لكن لما تاخد الجوال من ورايا بتسرق. واتدخل لوزر نيم باسورد خطأ كذا مرة. وتحاول تدخله انت بمزاجه. من غير ما ترجع لي. كإدارة او خاء. كشخص يعني كمسئول يعني. يوم معنى كده ان انت ايه? عملت حاجة غير شرعي. ايه هي المهددات بقى? انت بتوصل بطريقة غير مرشعة. الاجهزة المركزية. السيرفرات. او الاجهزة الطرفية. اللي هي السويتشات والروتر والكاربزكات. اه الاجهزة الطرفية اللي هي الاجهزة الكمبيوتر واللاب توب والكمبيوتر والتليفون. وقيت الجوالي يعني قصدي. والحاجات اللي هي في الطرف. في الطبعات. كده. اللي هي في اخر الشبكة. او الاجهزة اللي بتوصلني بالاجهزة اللي هي الطرفية دي. اللي هي ايه? زي السويتشات. السويتش والهب وكلامه زي كده. كلهم بيجمعوا الاجهزة. دي اسمها اجهزة توزيع الشبكة. ايه الهدف من التدمير من التهديد? هو يسفيد ايه هدد امن المعلوم بتاعتها? اول حاجة ايه ما بيكون هدف وتدمير واتلاف الاجهزة. او يكون صارقة او تعديل. يعني ايه? هما ثلاثة. ايه اما يكون داخل يسر او يعمل اتحاد الامن المعلوم بتاعتها. عشان يدمرها ويتلفها فقط لغير. هو هدف ان هو يخرب عليك. يعني شركة مشركة الكبرى. ممكن يكون بتشغل عندها ناس تخترق الشركات المنافسة عشان. ايه اما تبع نوتها. تقضي عليها نهائيا. او انها تنهي مسيرة معانا او قصة معانا. او نجاح معانا. في اما اخترق الشركة المنافسة دي. عشان يدمر الفكرة او يدمر الموضوع. او انه هيصفق الفكرة ويطبقها عنده هو على الجهاز بتاعه. اللي هيعمله جديد لسه. او ان هو بيعمل عملية اختراق الشركات المنافسة ايه? عشان يعملها عملية تجسس. ويتجسس عليها وشوها بتعمل ايه? طب التجسس ده اعمل في ايه? عشان اتغلع عن موضوع التجسس ده لازم اعمل احط انظم التجسس يعني اعمل تأمين مادي الاجهزة. يعني ايه? عشان يحط انظم التجسس على الشبكة لازم ييجي وصل بالشبكة الحاجات بتاعتي. فان انا لازم اخلي بالي كويس جدا ان الاجهزة المادية تاعتي تكون في مكان مغلق محكم الغلق مش في الخارج مش مكان مفتوح مش احد او ده وصل. امثلا. اذا 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 كان مثلا اا 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 كيفش صحة اقبطت له. يعني اذا كان عنه بس وردات والوبسايت مؤمل. ما قادي لو كان اماكن مفتوحة او زي كده. مش فاة. يعني مثلا اا زي معاهد البسام مثلا انترنت حجة. هذا هو موجود بس عليه وعليه حماية. اها. فهذه كفاية او لا لازم يكون مخفية للاغراب طبعا. لا لازم برضو حتى لو. مثلا المعاهد البسام في في انظمة امان كسوفت وير يعني. او برامج فاير وير وحاجات زي كده. لكن التأمين المادي مهم. يعني ايه تأمين المادي? يعني يعني يفعش نحط الاسترفارات ولا الجهزة ده هي في غرفة الحارس الامن اللي برها. انها سهل لأي حد اخترقها. او سهل ان هي حتى لو بتاع الامن جنبها. بتاع الامن مش ربعة عشرين ساعة في الغرفة. ممكن دخل دورة المياه وطلع. ممكن بيصلي. في اللحظة دي ممكن حد يدخل وحط نظوم التجسس. فهي اشياء الكلات مع عنده. فما ينفعش السويتش كده يكون او جهز التجميل يكون بالساهل كده. عشان كده بتحط في مكان في غرفة مقفولة ومتأمن. مقفول عليه يعني. طيف. امثلة للمهادات امن انظمة معنوات. ايه يا الامثلة دي هي? اول مثال عندنا هو هجوم تعطيل الخدمة. هجوم تعطيل الخدمة ده اسمه دينال اوف سيرفز التاج. من اسمه هو عبارة عن ايه? من الاسم. يقوم هزا النوع او من الهجوم يقوم معتدي او القرصان اللي هو الهكر باجراء اعمال خاصة تؤدي الى تعطيل الاجهزة التي تقدم الخدمة. يعني يروح على الروتر اللي بيديك نت ويفسله. ويهجمه. بيخليك من غير نت. فهو باقي ده ايه? يستفرد بيك كده وانت داخل الشبكة المحلية. او اه انت عندك الخدمة مثلا زي قاعد بيانات. يروح الجهاز دوت او المهاجم ده او الكراكر دوت او الحكر ده. يروح يهاجم السيرفر بتاعك. بتاع الداة بيانات. ففي الحال ده اصبح ما فيش قاعد بيانات انت كده خارج الانطقة الخدمة. طيب. التاني نوع عندنا الفيروسات. الفيروس هو عبارة عن ايه? عبارة عن برنامج صغير جدا. بيتموا تطوير او بنعملوا يعني. عشانا هدفهم ياما تعطيل ياما هاتلاف او سريكة. المعلومات. هو الفيروس وظيفته كده. بقنامج صغير جدا بيتموا تطوير من قبل مبرمج. بيعملوا بطريق بغرض التعطيل او الاتلاف او السريكة. وخلي بالك من هو اللي بيعملوه كل ما كانت فكرة الفيروس بسيطة كل ما كانت صعب بيكتشافه ويجاب. يعني كل ما كانت فكرة الفيروس بتعمل على صغيرة والصغيرة جدا جدا جدا. في الفراغ اقدر ساعتها ان انا اقول ان اقدر امسك الايه? اسمو ايه? ان الفيروس دوت. اه كلم هو اختول ايه نسيت والله? يعني تعطيله اتلاف وصرقة المعلومات. الفيروس ايه? الفيروس صغير جدا جدا. فانهم يتطوروا عشان ويتطوروا عشان يقتلف او يعطل او يسرق معلومات. وكل ما كانت فكرته بسيطة. وتفها كل ما كانت صعب ييجاده واستكشافه. يعني ايه? يعني كل ما كانت الفكرة يعني اختراق او اكتشاف. بتقول ايه? انت قد 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 قبل شوي اذا كان صغير وتافه يكون صعب ايقافه او. زي مثلا ايه? انا جيت كده بليكن جيت سرقت بطارية تاع سيارتك. سهل اكتشافها. اه هو انت تعطل وكل شيء. بس انت العبية مش شغالة. السيارة مش شغالة. تفتح غضل كبو بتاع السيارة. تفتح تلاقي ما فيش بطارية. خلاص. هتروح الراجل الكهربائي تجيب بطارية وتلكبها وخلصة. دي حاجة تفهر. يعني لو حد عايز يسرق هيسرق عادي. لكن اللي عايز يحيارك. عايز يبتزك. مش هياخد بطارية ولك هجيب بطارية ما كانها وخلاص. يعني حتى هو نفسه لو سرق مكينة السيارة. فطرح تجيب مكينة ما كانها وخلاص. سرق آآ الكهرات عند السيارة هجيب واحد ما كانها وخلاص. مش عايز يبتزك بحاجة زي كده. لكن يبتزك انت مثلا. لما يكون يبوز لك حافظ السيارة. ما تعافش الوصولها بسهول. مثلا. يجي عند مسلا سيارتك. اجي انا مسلا وانت سيارتك فتحت. اجي. آآ اقطع سلك من الاسلاق الصغيرة اللي متوصلها بالدينامو السيارة. فتجي انت تدور السيارة السيارة هتدور لسه بطارية مشحونة. هتراح البيت تيجي التاني يوم تصحى الصبح. تدور ما تدورش. ليه? ان البطارية نامت. ان الدنيا مش حنهاش. فتروح تعمل واصلة وتشحنها وتشتغل. تمشي تروح الشغل. تبطل تيجي تشغل لها هي عطلانة. تعرف ان المشكلة في البطارية. فتخطو له الله فعلا انا بقى لي فاطل عملش البطارية. فتروح لشخص بتاع البطاريات يجي يشوف لك بطارية لك بطارية خلصانة خلاصة باشي. فتشير بطارية جديدة وتركبها. البطارية بتبقى مشحونة. تمشي بسيارتك. بطارية مشحونة. تراح البيت. تنام. تصحى الصبح. تدور السيارة. الدنيا ومشحنش البطارية الجديدة. مش هتدور السيارة. في الحالة دي. يبقى انت ما تلفه ودور في دايرة. طوله دا اخراس طبعا انا هعمل ايه? قلو دا انت عطلان. اربع خمسة ايام عطلان. قلو انا هروح لشخص اكسر احترافية. هروح لواحد عنده فحص كمبيوتر. هتروح بتاع فحص كمبيوتر. هيتطلع لغة ايه? ان في عندك مشكلة في الدينامو. هيروح. يبسك الدينامو. يروح لتغير انت الدينامو. هراغي الكلام صح. فهتروح تشير دينامو الجديد يبقى انت شغير بطارية. هتشير دينامو الجديد. تلكبه في صيارتك. بعد ما تلكبه. تمشي. دي الصغيرة ما بتضرش. ليه? لانه مش شغال. ونفضع على الموالده اول. لحد ما تروح لكهرباء يشغال من هو زي يسمونك بالطريقة البلدي. ويقعد يمسي كابل كابل من كابلات الكهرباء ويعرف مشكلة فينا. لحد ما يلاقي كابل رايح للدينامو. كابل صغير خالص كده ما ما اصص منه حد. فممكن تاخد منك وقت ومجهود. وتكلفة على الفوضي. لكن انت لو انا لان انا اللي عمل المعيد دوت هنزل تحت همسك السلك كده هوت. هوصله الطرفين ببعض. واعمل اه شغيرتون. عازلوا خالص خالص. اصدرت صلاحك. بالضبط مش هتقلب مش يعني مش هزيد من ديئة. لكن انت لعشان مش عارف الحل. فبتقعد تدور على كذا احتمالية. وهو ده اللي بحث في الفيروسات. ان الشركة يا اما اللي حصلها عند الفيروس. يا اما تخاطب ناس. طب امن المعلومات حاجة كده. ويحاولوا يلاقوا حل. ويقعدوا اللي في حولنا بسهم على ما يلاقوا حل. للمشكلة. او ان هي تتخاطب مباشرة مع اللي عمل الفيروس. او الهكر. ويبتزوه. اه. فهموا بقى الهكر ده يبدأ يقول له خلاص. هشغلها لك ويتفعل مسلا خمسين مليون. ستين مليون. وهكزا. ابتزاز. وهو ده اللي بيحصل دايما. الفيروسات بتنقل ازاي? الفيروسات بتنقل بطرق كتير جدا. بريد الالكتروني. وكلمة ان البريد الالكتروني. يعني مثلا. اننا عشان مفتحش الايميل. يبقى له ما جايش في الفيروس. لأ. يعني ايه. مش معنى هي بتتنقل بفيروسات من الايميلات عادي. بايميل لايميل لايميل عادي. لكن لما يكون في لينك في الايميل تضغط عليه. هو ده الفيروس. لأ. خلط. بساعات يكون الفيروس هو مصمم. ان هو اول ما تفتح الايميل عشان تقرأه. بالفيروس بينزل على الجهاز. مش شرط يكون لينك تضغطه. مش شرط يكون رابط يعني للملف. لا عاجل. يعني ساعات الملف بيكون هو بالشغل تلقائيا. تانية حاجة الانترنت. عبر صفح او تحميل مواقع المشبوهة. لان المواقع المشبوهة او الغير معتمدة او غير مدعوم او مش رسمية او غير الشرعية او حاجات اللي زي كده. كلها بتبقى. فيها فيروسات لانها خارج. او خارج المنطقة الامنة. نحن نتكلم عنها. عشان كده ما ننصحش به. الاقراس المارينة طبعا ما عادش في اقراس مارينة. اللي هو الزوم السيدي. الهارد ديسك خارجي. الفلاش ميموري. الحاجات اللي زي كده. رابع طريقة ان المرسال الملفات داخل الشبك. لما اجي افتح الشبك عندي. كده مسلا. فادخل على ملفات السيرفر واشتغل كده كده. يبقى انا كده اقدر. لو انا عندي فيروس هتروح الفيرزة هيتنمي عندي يروح للسيرفر. وهكذا. طول ما الاجهازة بتشارك الملفات بنا وببعض. وفي فيروس. يبقى الفيرزة هنتشف الشبكة كلها. يبقى عندنا اربع طرق لانتخال الفيروسات. البديد الاكتروني. المواقع المشبوهة. الاقراس المالينة او الفلاش ميموري. واخر شيء اللي هو ارسال ملفات عبر الشبكة مباشرة يعني. طيب. مهاجمة المعلومات المرسلة. ايه هو يعني مهاجمة المعلومات المرسلة? هو عبر عن اعتراض المعلومات اثناء ارسالها من طرف الاخر. بس من الاسم يباين. بهاجم معلومات مرسلة. بخلي اتنين بيكلموا بعض وادخل في النص انا. واسمعهم بيقول ايه? طيب بيكونوا زهدفوا ايه ده? ان الهجوم ده بالزات. يا اما واحد بيخترك الاتنين اللي بيكلموا بعض واحد. عشان يسأ معلومات بيقولوها البعض. او يغير المعلومات. وطبعا التغيير اخصر خطورة من الصريف. يعني ايه? انا سمعت ان محمد. طيب كيفية يا سيد. ايه? اه يعني كيف الطرفين ما يعرفون ان في احد الجسس عليهم يعني او غير معلومات. اه هقولك. مثلا. انا وانت عبدالعزيز باتفق مع بعض. على الايميل. قلت لك والله انها شيء سيارة. فتقول له والله تب ماشي تفضى عندي المعرض. بقول لك لو الله مش هدلاج المعرض. هبعت لك بالايميل التفاصيل واتفق سوا. طيب تمام. فهيجي واحد يخترق الايميل بتاعك. او الايميل بتاعك. فيعمل ايه? فيشوف المعلومات المرسلة بين وبيناك. اللي هي ايه? اللي هي ان انت مثلا انت عندك معرض. وان انا عايزش في سيارة. وان انا هحاول لك الفلوس في اليوم الفلاني وهكذا. لو هو سرق معلومات مهمة. معلومات معلومات عملاء معلومات زي كده. خطر. لكن الاخطر انه يغير فيها. لان ما حدش هيحس. ان مثلا يدخل الايميل ويشوف الرسالة ان انا بقول لك هبعت لك الفلوس او النقود كلها. هبعت لك مئة الف ريال او مئتين الف ريال. مع مع محمد احمد الساعة حداشر يوم الايه? يوم السبت. او يوم الجمعة خليها الجمعة. هيشوف الكلام كده هروح عامل ايه? هياخده ويروح ايه? ايرسله ليك. بس هيغير فيه. هيقول لك والله ان انا هبعت لك الفلوس مع محمد عبدالعيل. سوز محمد عبدالعيل. والفلوس دي هتجي لك يوم الاحد. ليش الجمعة. ويريد تبعط لي السيارة انت هيوم الجمعة. فانت اللي وصلت لك الرسالة اللي ما تعدلها. فهتعمل ايه? معناها السيارة هتتبعي تيوم ايه? الجمعة. اما انك مضوع سيقة. فانا كمحمد عبدالعيل هروح. اخذ السيارة استلمها يوم الجمعة. وانا مكتوب اسم ان انا اللي هستلمها. ويوم. وروح للشخص اللي هو يبعت الفلوس اللي هو الاولين اصلا. وراح اخذ من الفلوس برضو. ما انت برضو هرد عليك من ايميلك بايميل تاني ليه? ان يسلم فلوس تشخص تاني خلص. فبأصبح اللي بيستلم السيارة وبيستلم فلوس نفس الشخص وهو واحد اصلا غير انت متفقين عليه. فياخذ الفلوس من ده. بياخذ السيارة من ده لحد ما يجي يوم الاحد. يجي ايه? انت تصل بيه تقول له الله فين السيارة? يقول لك سيارة ايه? السيارة انا بعتها انا قلت لك بعتني السيارة وبعت لك الفلوس من يومين. يقول لك ما جايش فلوس. تقول لك واحد من طرفك جه? مين اللي جاي من طرفي? ده هو فلان فلان. لا انا ما تلكش كده. فتحصل مشكلة بين الاتنين. وكون الاتنين خسروا السيارة وخسروا الفلوس. واللي اخترق المعلومات تغيرها بعد حد من عنده استلم الفلوس واستلم السيارة وكل سيارة طيب. فمهاجمة المعلومات اثناء ارسالها وتغيرها خطر جدا. ومش سهل معالجته يعني. ايه بقى الحل طيب? لما يكون اتنين بيكلموا بعض ان احنا نستخدم حاجة اسمها التشفير. لما يكون اتنين بيكلموا بعض في حاجات مهمة بيستخدموا زي شفرة. زي سين كده ايه. زي ايه? اه. اتفاقية من هما الاتنين كده زي ايه? شفرة كده والله احنا ايه? هنتفع على كلمة سر. لما اقول لكم الفيل في المنديل. تعرف ان غدا ما فيش محاضرة. دي شفرة. ما حدش يعرفها غير انا واللي معانا في الزوم حاليا. مين? عبدالعزيز. طيب. لو انا جيت غدا. او بعد فترة يعني. كان في الزوم موجود. سيد عبدالقادر. سيد سيد. سيد محمد خليل المدير. سيد نجم الدين. وجميع الطلب تعدلهم. داخلين في زوم واحدة. وانا رفت اقل في الزوم ايه? يا شباب. اه. غدا الفيل في المنديل. ولا واحد من اللي جالسين دول هيفهم حاجة. الا الوحيد اللي حضر معايا الجلسة تحت النهاردة. لانه هو فهم يعني ايه الفيل في المنديل. يوقفك على ساعتها كده ايه? لما بقول كلمة السر هو بس اللي هيفهمها. الحل الوحيد ان انا اعمل تشفير. التشفير طبعا مش انت اللي تعملها. يعني بتستخدم برامج لتشفير. هي اللي بتشفر المعلومات وهي خالج من عندك. ولما تروح ان الرجل التاني تفق التشفير تسلمه له. وهو لما يرد يعمل نفس الكلام. فالشفر دي بيعملها في برامج بتعملها. اسهل من انت تعملها بياد دا كاملة. او تعملها انت اينما. طيب. من امثل على النوع الهجوم. اللي بعد النوع الهجوم ايه هي? هجوم السيطرة الكاملة. يعني ايه? الهجوم ده زي ما من اسم ممكن اعروفه. يقوم القرصان بالسيطرة الكاملة على جهاز البحية. بس بيبقى كل الجهاز تحت سيطرته. طيب. هجوم التضليل. التضليل يعني اللي هو ايه? بيعمل انتحل شخصية عم. يروح مثلا. انتحل شخصية حد من اليوتيوبر المشهير مثلا. وانتحل شخصيته. واخد فلوس من الناس. واطلع اكلم في كلام. مش كويس عالناس منافسة لي. فيطلع مشاكل بينهم من بعض. ممكن يفعل بعض على القضايا. بس ان انا خد انتحلت شخصيته. وكلمت بلسانه. طيب مشكلة برضه. الوصول مباشر الكابلات. وده اللي هو كنا منقوله. لازم يكون في تأمين مادي للاجهزة. يعني ما يفعلش الاجهزة يكون ظهر رواض حاكرة. عشان ممكن اي حد يطاعها او يتجسس عليه. فاحنا بطول مكانة الاجهزة مكفية. او الشباكات المبكفية. شباكة مية او صحي. او شباكة او اجهزة. طول مكان. ايه? المكان. مناسب. الاختراق. ما هو الاختراق? هو قدر على وصول الهدف معين بطريقة غير مشروعة. اخترقها كزاك? ان الاوصل لحاجة معينة بطريقة غير مشروعة. وليس بطريقة مشروعة. ما جدا النقطة دي. طيب. دوافع الاختراق. عندنا اربع انواع من دافئ. دافئ السياسي والعسكري. اللي هو يكون ما بين الدول وبعدها. ودي حرب شكالة من دمام. مثلين اسمين. ده المخابرات الحربية. وفي الدولة بتجسس على دولة تانية. والدولة منافسة بتجسس عليها. دولة صديقة حتى. فعايز تعرفها بتعمل ايه? عشان تقتل تنمي من نفسها. فاول حقي عندنا اللي هو السياسي والعسكري? السياسي والعسكري اللي هو بين الدول وبعدها. يعني ايه? يعني دولة وبعد دولة تانية في مشاكل سياسية بينهم مشاكل عسكرية. فبيتجسس على بعض. اما النوع التاني هو النوع التجاري. يعني ايه تجاري? يعني شركتين منافستين لبعض. فبيتحاولوا يتجسس على بعض. او يختروكم بعض او يص!' object كده. عشان يوقع الشركة المنافسة. شركة زي شاومي. تروح تشوف والله التجسع على الشركة يا سامسونج. فتشوف هي تعمل ايه? فهتسبق. وبدل ما تنزل الجهاز بتاعها. في شهر في شهر واحد السنة الجديدة. لأ. تنزله في شهر اتناشة. فتضرب فيه وكل نفس الشكل اناس تصمير. وده اللي بيحصل دايما تلاقي. اجهزة الايفون عمال يطلع عليها تسريبات لأشكله. بس مش الرسمي. تسريب فقط. قبل ما بينزل الجهاز الرسمي او الاصلي. تلاقي لك جهزة التقليد او الفيك. مالي السوء. نفس الشكل ما بينزل كل حال. دي ده افضح تجارية شوية. طيب. الدافع بعد كده الشخصي. الشخصي ايه? دي بقى حاجة شخصية ما بين شخص اثنين وبعض. يعني احنا وانت ولكن في مشاكل بيننا وبعض. فانا بقتلخك عشان اتجسس عليك او ان انا اقزيك. في جهازك اخب منك صور وابتزل كده. ما بين شخص والتاني. اما الانتقام بقى وده اللي بيفرق. الانتقام بيفرق عن الشخص في ايه? ان الانتقام ده ان واحد شغال في مكان وليكن والمكان ده رفده. المؤسسة اللي شغال فيها رفدوه. مدوش مستحقته ورافدوه. فيعمل ايه? ييجي يبقى عايز يمتقى من الشركة اللي. اللي هي ازيته. فيبدأ. يبدأ يحاول يمتقى من الشركة اللي هي ان هو يقزيها. يبوز السجلات المادية. يبوز اي حاجة. يبقى بين شخص ومؤسسة. يبقى عندنا اربع انواع من الدوافع. الدوافع العسكري والسياسي. الدوافع تجارية. بقى بين الشركات وبعضها. دوافع شخصية. بين شخص وشخص اخر. توافع انتقامية بين شخص ومؤسس. طعم? انواع الاختراق. الاختراق عندنا. احنا قلنا هنا دوافع الاختراق. ده الاختراق. دي الدوافع بتاعه. اما الانواعه. طبعا في الانواع تانية كتير بس احنا بنتكلم في عبادة كده ايه. الاختراق المزودات اللي هو يختارك السيرفرات. النوع التاني اختراق الاجهاز الشخصية. يختارك الجهاز الشخصي بتاعك انت. النوع التالت انه هو يخلي بيانات مرسلة من شخص لشخص ويتعرض اليه. وده اللي برضو قلنا عليه مساء من جون. اما التجسس بقى. الفرق بالتجسس والاختراق هما الاتين واحدة. الفرق بس الهدف. يعني احنا الاتنين الاتنين عملية اختراق. بس انت اختراقت الجهاز ده ليه? عشان تتجسس عليه? ولا عشان ايه بالزبط? فهو ده اللي بنكلم فيه. ان التجسس هو عبارة عن اختلاق اه عبارة عن اختراق ايه? التجسس عبارة عن اختراق ولكن الهدف بس من الاختراق ده اللي هو التجسس فقط لا غير. طيب. وسائل اختراق لاغرار التجسس. خلي ده هنقوله بكرة ان شاء الله عشان خاطر ايه? ايه ده فيه شرح شوية. احسنت طول وضع كسا. فوسائل الاختراق لاغرارة كده ان شاء الله وبكرة نكمل. وسائل الاختراق لاغرارة التجسس. بإذن الله. وبكرة ان شاء الله نخلص الفصل الاول. وبعا كده ناخد الفصل الثاني يوم الاحد. يوم السنين. ان يوم الاحد لاختبار. ايه نعم. احسنت. احسنت. ابعتكم اخدرين وحضرة. اتسجلها. اتسجلها. ابعتها لكم على الجلوب بيدي. سوفين.